مرحبا كيف حالكم؟ أنا زيت شاكر برحب فيكم بحلقة جديدة رح نستارط فيها البوكمانشب لمجموعة روايات غورمينغاست للكاتب الإنجليزي المشهور ميرفين بيك طبعا لما أحكي كاتب الإنجليزي مشهور مشهور بره مش عنا وحتى بره ما أخد حقه يعني أنا بعتبره من أهم اللي كتبوا فانتسي في العالم يعني هلأ فرضا أنت ماشي بالشارع بالبيت شفت روحت جيت أي حدا ممكن تسأله أليس إن وندرلاند اللي هي أليس في بلاد العجائب رح يارف شو هي لورد أوف ديرينغز بعد ما طلعوا الأفلام كل حدا بعرفهم جيم أوف ثرونز بعد ما طلعت التي في سيريز صارت ناس تدخل بالفانتسي أكتر وصاروا يعرفوا كتير أشياء بس للأسف ميرفين بيك خاصة الجيل الجديد قليل ما نصطدم بحدا بعرف كتاباته ميرفين بيك أحد يعني أبرع وأرواع وأكتر الكتاب اللي كتبتهم سلسة بتحسوا ووترفول مية عم تنزل هيك بتبورد الواحد وهو عم بقرأها فرح نستعرض اليوم غوربينغاست طبعا أنا هلأ عم بحاول أغمز ويمكن غمزاتي وأنا عم بحكي يعني البلينكينج شوية مصطنعة لأني بنتعادي لما أحكي بكون زي الزومبي قدام الكاميرا ما بغمز كتير بس أجتني كومنت من صديقي كتير كتير عزيز وحبيب وقال لي ليه ما بغمز وأنا عم بحكي فأنا عم بحاول يا عزيزي فمشي لنا يقاها رارارم اها جاهزين The Illustrated Gormengast Trilogy ميرفن بيك with an introduction by Michael Moorcock Overlook Press هاي الانسجنية تاعتهم The Illustrated طبعا هادا بالبداية الارتورك الي عالكوفر هادا من احد سكتشات ميرفن بيك هون طبعا عم بنشوف شو سي اس لويس طبعا كلنا بنعرف سي اس لويس كان صديق البروفيسور وأحد أعضاء الانكلينجز عم بحكي قدي كتب بيك هم عبارة عن إضافة للحياة يعني كتير كلاسيكي شكل دست جاكت خلينا نفكه عشان نشوف الحلاوة آه هلا هون بيبين معانا قديش الكتاب شكله يونيك ومميز يعني هادا يمكن سادس او خامس كتاب بنستعرضو مش متعارف العدد بالظبط بس هيك أول مرة بنشوف كنتراست انه هون هاي الجهة اللي ماسكة السباين ملزقة بالأبيض كنتراست كتير كتير عجيب وكتير كتير حلو يعني هيك طلعوه ما أحلى مختلف يعني بطالب انه الواحد يطلع عليه ويكون معجب فيه قبل ما ندخل عليه من جوه خلينا من هلأ نتفرج على البايندينج حكينا على انواع البايندينج قبل هاي المرة هون شايفين مش مبين ولا جهة السيجنتشرز كيف معمولين فمعنا هادا الحكي انه this is perfect binding اللي هو بيكون باعتمد على قولنا التلزيق وقص السيجنتشرز اللي هم الملازم لما ينشبكوا مع بعض نفتح الكتاب طبعا لما نقول احنا اوبرلوك الاوبرلوك برس هي عبارة عن دار نشر امريكية هي هلأ حاليا اللي معها الكوبيرايز لكتابة وطباعة كتب ميرفن بيك illustrated غورمين قاست trilogy by the same author كتب تانية لميرفن بيك هون منرجع منحكي انه التريليجي فيها ثلاث كتب اللي هم تايتس غرون غورمين قاست و تايتس ألون with an introduction باي مايكل موركوك طبعا لما نحكي مايكل موركوك للي ما بعرف مين هو هو كاتب انجليزي كتير 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 مشهور هو عايش لهلأ انولد بال1939 يعني عمره تقريباً 80 سنة كتير انشار في كتابته للساي فاي والفانتسي وحتى كتب مرة مقالة هيك اساي بال1978 كان اسمها ايبك بو كانت عبارة عن انتقاد للجانرة تاعت الفانتسي وخصوصاً كان حاطت نقره من كتابات البروفيسور وعشان هيك بيسميها ايبك بو يعني كأنه he is comparing lord of the rings لويني ذا بو من فكرة انه مفيش فيها كتير نقط سياسي واكتر ما بتكون هي عبارة عن اسكيبزم طبعاً انا بختلف معه بس فاهم شو اللي اصده عليه كواحد يعني جابلنا كتير دارك فانتسي سبيشالي الاترنل champion chronicles اللي حكى فيهم عن إلريك أوف ميل نوبيني جيري كورنيليس فون بيك كورم وطبعاً مايكل موركوك كان له كتير كتير انفلوينس ووجود في عالم الموسيقى يعني هو كان يكتب ليريكس لباندز مشهورة زي Blue Oyster Cult وباند تاني اسمها هوك ويند نتفرج على الكتاب بالبداي هاي هون موجود published in great britain vintage هاي تاريخ كل واحدة امت طلعت اول مرة اول كتاب اللي هو تايتلس جرون بالالف تسعمية وستة واربعين اير اند سبوتسود طبعاً سكرت هاي كانت بقولولها king's printer يعني زي لما نقول دار نشر بس حكومية كانها بعدين عندنا غورمينغاست بالالف تسعمية وخمسين واخر واحدة تايتلس الون اجت بالالف تسعمية وتسعة وخمسين الورق ورق ورق النافل ورق الكتاب ورق الكتاب يعني مش احسن ورق ممكن يعني ما منقدر نقارنه مثلاً بالديلوكس تاعت هاربر كولينز او الورق اللي بنشوفه بكل منشورات بس بنفس الوقت انتو بتحكوا عن كتاب بس اللي بضفي الفخامة للكتاب الكونتنت تاعته واحنا لما نحكي ميرفين بيك اشي كتير كتير مؤسف ومحزن انه كتير من الاجيال اللي هلأ بنشوفها ومنحكي معها واللي عايشين احنا معها تقولهم ميرفين بيك وغورمين غاست ما بقدروا يعني ما بكونوا مميزين مين هذا الكاتب واهمية القصص اللي كتب لنا اياها والسيجنيفكنس تبع غورمين غاست تراليجي على عالم الليتراتشر يعني هلأ شوي بدنا نرجع نحكي لكم عن ميرفين بيك قولنا هو كاتب وشاعر ورسام انجليزي انولد في 1911 بس للأسف يعني ما عمر كتير كان شبيب كان توفى في 1968 يعني كان عمر وقتها 57 سنة وبتهيأ لي هذا احد الاسباب انه ما اخذت كتابته الشهرة اللي كنا منتوقعها طبعا هي نالت اعجاب كتير نقات بيقولوا عنها انه من احسن الاعمال الادبية بيقولوا عنها اكتر اكتمالا حتى من مثلا لورد اوف ده رينجز كان كتير على غرار لبروفيسور تولكن اللي كان كتير متأثر في الميثولوجي ونقد اللغة واللغات العالم بشكل عام بيك كان كتير متأثر في كتابة شارلز ديكنز وكتابة روبرت لويس ستيفنسن طبعا ما نقول روبرت لويس ستيفنسن كلنا متذكر مين فينا ما بتذكر جزيرة الكانز تريجير ايلاند وكانت كتابته يعني داخلة شوية في جنرا مش كتير كتير انتشرت او يعني انتشرت بس مش كتير يعني احنا بنحكي عنها هون مثلا باوساطنا اللي هي أو النونسنس لتريتشر اللي هي بقولولها يعني الهراء الادبي او ادب الهراء طبعا لما نحكي هراء مش اصدنا انا اشي تحقير او اشي بس هي بيسيكلي فيها بكون elements بتقولوا خمسين بالمية elements عقلانية وخمسين بالمية elements موجود فيها يعني بتخالف العقل والمنطق فهي بتحسوا فيها هيك في فورم كوميدي بس الكوميدي اللي فيها هي مخالفتها للمنطق في جديتها ومش انه مثلا كلها بتحسوها نكت او يعني شو اسمو مواقف مضحكة بالعكس هي كتابة كتير 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 ماكنة واكتر اشي انشهرت مثلا كانت على صيغة اشعار يعني دوجلس ادمز كتب literature nonsense عنا كمان لويس كارول اللي عمل الاس ان واندرلاند اصلا يعني لويس كارول من ال influences تبعين ميرفن بيك حتى جيمس جويس كتب literary nonsense طبعا غورمينغاست كسيريز of novels هي بتاخد اسمها من جبال غورمينغاست هي بكون زي هاي كاسل بحكمها earl يعني هي earldom اللي بالعربي ملأت ترجمة مناسبة بس بقولولها الارلية انو يعني بحكمها earl بتحكي عن قصة الكاسل وسكانها الغريبين بكون في عندنا ال earl الاكبر اللي هو اسمه بكون جائبا صغير اسمه تايتس بنشوف قصة character اسمها ستير بايك بكون ولد صغير من المطابخ كيف بطلع على القوة وشوية شوية يعني بتحسوه بقلب النظام تبع ال earldom نفسها وفيه سبلوك تاني مين اللي يعني بخلص الارك تبعه بالكتاب التاني اللي هو غورمينغاست عن رئيس خدم سبل كريف فلي بمثل دوره بالمسلسل اللي طلع على ال بي بي سي سير كريستوفر لي عن فلي ضد ال head chief اللي بكون اسمه سويلتر طبعاً لما حكينا illustrator ميزت هاي الادشن انو فيها اكتر من 100 sketch كلهم من رسمات ميرفين بيك فاحنا بس نتفرج هون هاي ال sketches طبعاً هو برضو عمل معروف انو عمل sketches لجابر واكي تاع لويس كارل عمل لدكتر جيك مستر هايد طلعوا هاي ال sketches كمان عمل sketches كتير لشورت ستوريز لأدقر ألن بو هاتوا نارجيكم تاني sketches هاي وز كميشن الوستريتر يعني ما كان يعني يرسم هواية طلعوا هادا شوفوا يعني مدرسة صراحة تحبيره وطريقة ال sketches تاعته كتير كتير مش عادية طبعاً اذا بنتطلع على typeface اللي مستخدم هيني الربط هادا اسمه يا جماعة الخير هادا هادا ال typeface اسمه كومينيس هادا طبعاً serif font في كتير verses طبعاً في الكتاب يعني صراحة احنا هيك عم نعمل review لمصنعية الكتاب حكينا يعني اخراجياً الكتاب كتير كتير عادي بس انا كتير حبيت cover تابعه وكيف الالوان تاعته والsimplicity تاعته اغنى اشي بالكتاب طبعاً content نفسها كتابته الميرفين بيك والسكتشيز اللي هو حاطتها فاحنا صراحة منتمنى يعني هلأ بالزمنات folio society طلعوا limited edition من كتب gormengast وكتير في برضو publishing houses طلعت بس يعني حتى لما تدوروا انلاين رح تلاقوهم كلهم على ايباي بأسعار كتير كتير غالية لأنه this is a rare commodity فيعني هلأ متوقعين بس طلعوا البي بي سي البلوراي edition في نص سبتمبر للسيريز اللي كانوا عاملينه ممكن الناس شوي تصحى يرجع يجينا production تاني نشوف اشي تاني يخلي publishing houses يتشجعوا يعملو لنا edition جديدة عشان هاي الكتب كتير كتير مهمة وهذا ال content يعني اشي مؤسف انه مش الكل بعرف عنه يعني لبروز واسلوب كتابة ميرفين بيك يعني سلسة بشكل ما بتقدروا تتخيلوه يعني انتو لو بتكون مثلا تجربوا هذا الكتاب بتشوفوا مثلا اونلاين بل شو تقرؤوا فيه حتلاقوا حالكم بصرتو 40 صفحة ولسه انتو مش محددين اذا بتكون تكاملوا وللأ ادي قراءته مهمة وبتشد طبعا على غرار style لبروفيسور احنا ما بنقارن كل شي بالبروفيسور بس بتعرفوا كيف احنا يعني من عشاق كتابات تولكين فيعني غصبا عننا subconsciously بنلاقي حالنا بنقارن في كتابته style ميرفين بيك كتير كتير مختلف كليا يعني هو بناء العالم تبعه وبناء structure تاعت الفانتسي تاعته بتمشي كأنه بكتب مش بتحسوا انه اسسلها وشرحها يعني بشكل مش عادي بعدين حطوا الـ events فيها فاسلوب الكتابة مختلف كليا وحتلاحظوا كمان الـ influence تبع Charles Dickens والstyle كتابته عليه يعني بتحسوا الكتابة بتحسوها old english بس بطريقة كتير 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 smooth يعني هيك بتحسوها حتى باستيش يعني عمل أدبي مهول فيه colorful characters موجودة في الكتاب الواحد ما بتخيل انه فيه characters بتنكتب نفسها اسطوري اسطوري كان ميرفين بيك يعني عشان هيك صراحة انا كتير بحب الكاتبة سوزانا كلارك رح نعمل فيديو قريب عن جوناثن سترينج عن مستر نوريل انا بحس طبعا هي ما بتحكي انه هي was an influence بس انا بحسه influence مش عادي لكتابتها highly recommended واحنا عم نفكر قاعدين نعمل حتى هيك review حلقة كاملة بس عن غورمينغاست ستوري وممكن كمان نستعرض فيها وقتها مقاطع من السيريز اللي نعمل بس بالنهاية هذا الكتاب يعني شو بدي احكي لكم هذا حيضيف رونق وهيك اورا رح يعطي لمكتبتكم اذا كان عندكم highly recommended يعني it's one of the most important بوكس تريد اذا انتو من عشاق الفانتازي وهلأ عارفين انتو ايش فيه هلأ احذروا شو فيه لا مش عم نعملو هيك كأنو سندويشي بنناكلو هلأ في عنا السنف تست يعني حتى هاي المرة السنف تست طلع نونسنس لتراتشر يعني تعرف كيف المي فيش الها ريحة الكتاب ريحته كتير كتير قوية طبعا اللي حكيته هلأ ماله علاقة بالنونسنس لتراتشر بس عم بحاول ريحة الكتاب كانت سويت yet يعني فيه اشي حلوة بس مش قادر شو عرف شو هو بالضبط شوية شوية تيك اروما من الباين ابل واو لازم تقرأوا ميرفين بيك يا جمال الخير لازم